السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تبعيني القرام تبعيني قناة من الأخير وخلاصة معكم محمد نوردين خلاننا نتكلم عن ترتيب مجموعات بطولة اليورو 2020 أو كأس المربع 2020 بعد انتهاء الجولة الثانية اليوم السبت 19-6-2021 ونتكلم عن الفائز في مبارات أسبانيا أمام بولندا اللي توقع توقع صحيح مبارات فرنسا ومبارات البرتغال أمام ألمانيا محدش توقع فيها إجابة صحيحة خلاننا نتعرف على أولا نتائج مبارات اليوم السبت 19-6-2011 ولكن لأول مرة تزورنا في قناة انزل اشترك في قناة بدغط على زر الأحمر أسببها الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرا يبقى لك الفيديو فعل زر الجرس لأسلك كل جديد باستمرار بإذن الله وتوقع معنا باستمرار علشان تقدر تفوز بإذن الله اليوم السبت المجر تعدلت أمام فرنسا 1-1 أحرز زادة في المجر أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الأقطة بدلت ضعف شوت الأول هدف فرنسا جاء عن طريق أنتوان جريزمان في الدقيقة 66 البرتغال خسرت أمام ألمانيا 2-4 أحرز هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15 وجوتا أو يوتا في الدقيقة 67 أهدف الهدف السنة عن طريق رفايل غيريرو هدف مرمو أيضا بيلعب للبرتغال واضح أن البرتغال كجانا مباين رفايل غيرو أحرز مرمو في الدقيقة 39 بعد كده الهدف السلس للألمانيا عن طريق كايهفرتس في الدقيقة 51 والهدف الرابع عن طريق روبين جوزينس في الدقيقة 60 بتمامي الكرام أسبانيا تعدلت أمام بولندا 1-1 أحرز في أسبانيا الفارو مرتع في الدقيقة 25 جدر جزاء لجيرارد مرينيو في الدقيقة 58 أعتقد الحير الصدها أو ضاعت يعني هدف بولندا عن طريق روبرت الفندوفسك في الدقيقة 54 هننتعرف على الفائز في هذه المباراة الفائز الأستاذة حنان علي شكرا على التوقع الصحيح أسبانيا وبولندا تعادل 1-1 وشكرا لكل من توقع في هذه المباراة وفي المباراة الأخرى أيضا أشكركم وحاول المرة الأخرى تفوز بإذن الله تعالى معنا متابعين الكرام بالنسبة للمباراة السابقة في الجولة الجولة أصلا بدأت يوم يوم الأربعة 16 2021 في هنلندا خسرت أمام روسيا 01 تركيا خسرت أمام ويلز 02 إيطاليا فازت على سويسرا 30 يوم 15 17 16 أوكرانيا فازت على شمال مجدونية 21 ضد دنمارك خسرت أمام بلجيك 02 هولندا فازت على النمسا 20 أما أمس الجمعة 18 6 السويد فازت على اسلوفاكيا 101 كرواتيا تعادلت أمام تشيك 101 إنجلترا تعادلت سلبان أمس كوتلندا 00 دلوقتي خلنا نتعرف على ترتيب المجموعات المجموعة المجموعة الأولى متصدر المجموعة منتخب إيطاليا في المركز الأول برصيد 6 نقاط العلامة الكاملة تأهل رسميا ويلز في المركز الثاني بأربع نقاط وتأهل رسميا تقدر تقول رسميا بنسبة كبيرة سويسرا في المركز الثالث بنقطة وتركيا المركز الرابع الأخير وفي الغالب هتكون خرجت سويسرا النقاط تأهلت رسميا روسيا في المركز الثاني بثلاث نقاط فنلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط ودنمارك المركز الرابع والأخير بدون النقاط يعني دنمارك عندها فرصة لو فازت على روسيا في المباراة الأخيرة أما فنلندا فمحتاجة تتعادل فقط أمام بلجيك علشان تتأهل أعتقد في فرصة يعني في فرصة لثلاث منتخبات الأخيرة أما بلجيك في تأهل رسميا طبعا المجموعة سية المجموعة الثالثة هولندا متصدرت المجموعة تأهل رسميا بستة نقاط أوكرانيا في المركز الثاني بثلاث نقاط النمسا المركز الثالث بثلاث نقاط شمال مكدونيا المركز الرابع الأخير بدون النقاط وعتقد خرجت لأن شمال مكدونيا يعني منتخب مش زي النمسا أوكرانيا منتخب مش قوي قوي عن أما أوكرانيا والنمسا هما الاثنين عندهم فرصة للتأهل هولندا طبعا تأهلت المجموعة الرابعة التشيك متصدرت المجموعة بأربع نقاط انجلترا في المركز الثاني بأربع نقاط هما التنين تأهله كرواتيا في المركز الثالث بنقطة وأسكتلندا المركز الرابعة الأخير بنقطة أعتقد كرواتيا تقدر تتأهل على حساب اسكتلندا ممكن تكون أفضل توالد وممكن انجلترا أو التشيك يكون أفضل توالد انجلترا وكرواتيا يكون أول وثاني هنشوف إلا يحصل في الجول الأخيرة المجموعة المجموعة الخمسة السويد متصدرة المجموعة بأربع نقاط سلوفاكيا في المركز الثاني بثلاث نقاط أسبانيا المركز الثالث بنقطتين وبولندا المركز الرابعة الأخير بنقطة السويد متأهلة رسميا حد دلوقتي سلوفاكيا في المركز الثاني بثلاث نقاط يعني بنسبة كبيرة تأهلتها كمان أما أسبانيا ففرصتها موجودة وبولندا تقدر تعمل حاجة يعني ما نصح الموضوع هيتحسن في الجولة الأخيرة مين اللي هيبقى الفريق الأخير المجموعة في المجموعة الستة والأخيرة فرنسا متصدرة المجموعة بأربع نقاط المانيا المركز الثاني بثلاث نقاط البرتغال المركز الثالث بثلاث نقاط المجر المركز الرابعة الأخير بنقطة أكيد المجر بنسبة كبيرة يعني تقدر تقول محسومة هو الفريق اللي هيوضع البطولة المانيا والبرتغال مين فيما يكون الثاني لأن فرنسا أعتقد مباراة فرنسا القادمة هكون أهم البرتغال المانيا هتلعب المجر المانيا أعتقد هكون هي متصدرة المجموعة وهننتظر فرنسا بقى لو فاز تعال البرتغال هتكون هي المتصدرة متمعين الكرام بكرة بإذن الله تعالى الاحد 26 2021 عندنا مباراتين فقط سويسرا أمام تركيا وإيطاليا أمام ويلز أنا عايز توقع مباراة إيطاليا أمام ويلز ولكن لو كتبتني توقع مباراة تركيا أمام سويسرا ما فيش مشكلة خالص سأعمل برضو فيديو أو يعني نكلم عنه بإذن الله المطلوب من حضرتك تعمل كل تعليق لوحده يا جماعة اللي بيعمل التعليق ما بعد تصدقني ما بيخدش التعليق تمام كده خلنا نتعرف الآن على ترتيب الهدفين أبناء في الفيديو متماعين الكرام متصدر الهدفين عندنا في المركز الأول لعب بسلاسة هداف يتساوي معه لعب وفي المركز ثاني لعب أوكرانيا اشترك في القناة وفعل زر القرز عملاك الفيديو كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته